أهلا وسهلا بكم في آخر درس تطرقنا لكيفية التحول من النظام الثنائي للنظام العشري قلنا أننا نقوم بترقيم مكان كل واحدة في النظام الثنائي ونقوم بجمع 2 أس مكان كل واحد كما هو هنا 2 أس واحد زائد 2 أس أربعة مكان كل واحد لنصل في الأخير لتمثيل العدد في النظام العشري في هذا الدرس سنتعرف على كيفية التحول من النظام العشري للنظام الثماني لنأكتب كانوا للدرس النظام العشري إلى النظام الثماني أخذ مثال مثلا العدد 91 كيف أقوم في النظام العشري كيف أقوم بتحويله إلى النظام الثماني التاريخة هي أني أقوم بقسمة العدد بصفة متوالية على الأساس أساس النظام الثماني كما رأينا في درس التعريف هو 8 الثماني وهنا يبدو للبعض أني أعيد نفسي نفس الطريقة نفس الكلام قلنا في التعريف بالأنظمة أنظمة العدد لكن هنا في التحويل فقط الأساسيات بالخصوص التحويل من النظام العشري للأنظمة الأخرى التي تتشابه لما قدمنا في التعريف في التعريف كان الهدف بالضبط هو تقديم بنية كل النظام الآن التحويل فقط هنا في الأساسيات نوعي نفس ما تحدثنا عنه في التعريف لكن من بعد سنرى أن هناك أشياء جديدة إذن أكمل هنا في القسمة هنا أقوم بقسمة 91 على ثمانية أحصل على العدد 11 11 في 8 ثمانية وثمانيون من 91 الباقي ثلاثة أعيد القسمة على ثمانية فأحصل على 11 مقصومة على ثمانية واحد والباقي واحد في ثمانية ثمانية من 11 ثلاثة ثم أعيد القسمة حتى أصل إلى خارج يساوي الصفر ثمانية واحد مقصومة على ثمانية يساوي صفر والباقي لدينا يساوي واحد صفر ثمانية صفر من واحد يساوي واحد التالي تمثيل العدد في النظام الثماني يكون دن واحد وتسعون في النظام العشر يساوي كم سي واحد ثلاثة ثلاثة أحد ثلاثة في النظام الثماني لهذه الطريقة أقوم بالقسمة بطريقة متوالية على العدد الثماني حتى أصل لخارج يساوي الصفر وأقوم بكتابة الباقي من أسفل إلى آلة طيب كيفية التأكد في النظام الثماني قلنا في درس التعريف أن العناصر هي من الصفر حتى سبع إذن هنا لا يجب بأي حال من الأحوال أن أحصل على العدد الثمانية أو تسع أيضا يجب أن يكون العدد الأصغر من ثمانية أس عدد الوحدة هنا يساوي مثلا هنا مائتان على متأكد خمسمائة واثنى عشر ثمانية أوس ثلاثة خمسمائة واثنى عشر إذن بالضرورة يجب أن يكون أصغر من ثمانية أس عدد الوحدة في الدرس المقبل نتعرف على التجاه المعاكس أي التحويل من النظام الثماني إلى النظام العشري إلى اللقاء إذن